السلام عليكم اليوم سنتحدث عن كارت الارديكس 3070 لكن ليست العادية بل كارت المعدلة إلى 16 جيجا في حجم الفيران حيث سأقوم في هذا الفيديو بإظهار طريقة التعديل عليها وبعد ذلك سأقارن الأداء الخاص بها مع بعض الكروت الموجودة لدي وبعض الكروت الجيل الجديد التي أطلقت مؤخرا وبما أنها غير متوفرة لدي فسأطلل أخذ النتائج من قنوات أخرى كي تكون لدينا فكرة عن أدائها وكذلك سأتكلم في الأخير عن رأيي في كروت الجيل الجديد التي أطلقت مؤخرا وسأبدأ أول شيء بالتعديل على كارت الارديكس 3070 من أماس آي والحالة الخاصة بها تظهر كاريتية حيث كان ينقصها الكثير من القطعة خاصة مبرد VRM الذي اضطرت لاستعمال واحد قريب للأصلي وبدونه فلا يمكن تجريب الكارت وكذلك لم أكن متأكد أن الكارت ستعمل بسبب الضرر الكبير على القلب لكن لحسن الحظ فلم يظهر مشكل أثناء التجارب وأول شيء قمت به هو نسع كل قطعة VRM وتغييرها بشرائح حجمها 2 جيجا وسرعتها 2000 ميجاهرت وهذا الأمر يحتاج إلى الكثير من الوقت والمال لأن سعر هذه القطعة غالي جدا لهذا فالضغط على زر اللايك والاشتراك سيكون دعم كبير لي للاستمرار في هذه النوعية من الفيديوهات وبعد الانتهاء غيرت مكان بعض المقاومات كي تتعرف الكارت على حجم الفيرام الجديد وهذا الشيء يمكن أن تجده في أي مخطط لكرت من كروت الRTX 3000 وبعد وضع المعجون الحراري وضعت الكارت في الحاسوب وشغلته فتعرف عليها الحاسوب بشكل عادي لكن بدأت الشاشة تصبح سوداء بمجرد دخول لأي لعبة والحل لهذا المشكل كان استعمال أعلى طاقة وهذا بالدخول إلى إعدادات الدرايفر والتعديل على بعضها وكذلك رفعت سرعة البرام كي تصبح 2000 ميجاهرت وهي نفس سرعة شرائح البرام التي غيرتها وسأقارن الكارت مع ثلاث كروت وهي الRTX 1060 Ti والRTX 1070 العادية والRX 1750 XT بالإضافة لأخذ نتائج الكروت الحديثة من الأنترنت كما قلت في السابق وبداية التجارب ستكون بلعبة Monster Hunter على 1080p Ultra Setting مع تبعيل الRT Racing على الHigh وهذه اللعبة مثال جيدة على الألعاب الحديثة حيث أعطت كارت الRTX 1070 العادية حوالي 35 فريم كموتو 6 وبالمقارنة مع الكروت الباقية فقد تفوقت عليها كارت الRTX 1070 نسخة 16 جيجا بحوالي 51.4% وهذه نسبة كبيرة جدا وأما الRX 1750 XT فقد قدمت أداء جيد بسبب حجم الفيرام العالي لديها وبالنسبة لنتائج الكروت الحديثة فقد حققت كروت إنفيديا ذات حجم 8 جيجا من الجيل الجديد أداء سيئ جدا وحتى التكستر لم يكن يتحمل بشكل كامل وحتى كارت الRTX 3060 Ti تفوقت عليهم بشكل ملحوظ والسبب ليس حجم الفيرام فقط فكروت هذه تحاول تستعمل ذاكرة الرام بسبب امتلاء الفيرام الخاصة بها وشركة إنفيديا جعلت الأمر أسوأ حيث هذه الكروت تستخدم 8 مصارات لPCIe وهذا الشيء أدى لبطء في التواصل مع الرامات حكس كارت الRTX 1060 XT التي تحتوي على 16 مصار لPCIe وهذا ساعدها كثيرا كي لا تخسر أداء كبير وبالنسبة لكارت الRTX 3070 نسخة 16 جيجا فأداءها كان مقارب جدا للRTX 5060 Ti نسخة 16 جيجا حيث استفادت الكارت بشكل كبير من زيادة حجم الفيرام واللعبة الثانية هي إنديانا جونز على F80P V3 Ultra Seating وهنا أيضا مثال آخر عن ألعاب الحديثة ومتطلباتها حيث كل كروت التي لديها 8 جيجا في حجم الفيرام لم تعمل عند التشغيل وفقط كارتين RX 6750 XT والRTX 3070 نسخة 16 جيجا استطاعوا العمل بنتائج جيدة وللأسف لم أجد أي بانشمارك لكارتين RTX 5060 Ti والRTX 9060 XT نسخة 16 جيجا بنفس إعدادات البانشمارك الخاصة بي لهذا لم أستطع أن أضعهم وثالث لعبة هي كينغ دوم كوم 2 على 2K Extreme Seating وأعطت الRTX 3070 نسخة العادية حوالي 40 فرين وتفوقت عليها نسخة 16 جيجا بحوالي 22.5% وبالنسبة لباقي الكروت فالRTX 3070 كانت تعطي تقريبا نفس أذاء الRTX 5060 Ti نسخة 16 جيجا كما تفوقت على الRTX 6060 XT وهذه النتيجة أيضا تعد جيدة للكارت وقد أظهرت الفيرام أنها نافعة في هذه الحالة ورابع لعبة هي Last of Us Part 1 على 2K Ultra Seating وأعطت كارت الRTX 3070 عادية حوالي 48 فرين كومتوصف وتفوقت عليها النسخة المعدلة بحوالي 25% ومع أنه كان هناك زيادة جيدة في الآداء إلا أن كارت الRTX 3070 نسخة 16 جيجا لم تستطع الوصول لآداء كارتين الRTX 5060 Ti والRX 6060 XT نسخة 16 جيجا لكنها تفوقت على نسخة 8 جيجا للRTX 5060 Ti وهذا شيء يعتبر كذلك جيد وخامس لعبة هي Hogward Legacy على 2K High Seating وأعطت كارت الRTX 3070 العادية حوالي 74 فرين كمتوصف في حين تفوقت النسخة المعدلة بحوالي 6.7% وبالنسبة للكروت الأخرى فكلها أعطت نتائج متقاربة وآخر اللعبة هي Horizon Forbidden West على 2K High Seating وكذلك نفس اللعبة السابقة فلم يكن هناك أي زيادة كبيرة في الآداء وهذا عكس الألعاب الأولى التي كانت الفروقات كبيرة جداً وهذا يظهر كم أصبحت الألعاب الحديثة أكثر تطلباً في الفيران وملخص كل هذا الفيديو فزيادة الفيران كانت مفيدة للكارت خاصة في الألعاب الحديثة وأما كرتين RTX 5060 العادية والتي آي التي تستعمي 8 جيجا فهم أغبى الكروت التي صنعتها إنفيديو ليس فقط بسبب حجم الفيران بل بسبب احتوائهم على 8 مصارات للPCIe وهذا يجعلهم يخسرون أداء كبير عندما تمتلئ الفيران بخاصة بهم حتى ولو استعملت الPCI Gen 5 لهذا لا أنصح بهم كلياً وكان يمكن لإنفيديا استعمال شرائح الجديد R7 ذات حجم 3 جيجا للقطعة أي كان سيكون حجم الفيران فيهم هو 12 جيجا لكن من الواضح أنهم لم يقوموا بهذا بسبب السعر المرتفع لهذه القطعة والذي كان سينقص من أرباحهم ويمكن في المستقبل تجربة زيادة الفيران لهذه الكروت عندما تتوفر القطعة الخاصة به وبالنسبة للأشخاص الذين يسألون عن إمكانية زيادة حجم الفيران لكرت RTX 3060 Ti والRTX 3070 Ti وما فوق فهذه الكروت تحتاج تعديل على البايوس الخاص بها وهذا الشيء الصعب لحصول عليه في الوقت الحالي لكن قد يكون الأمر ممكن في المستقبل وإذا كان لأي شخص اقتراه للتعديل على كرت معين فيمكن وضعه في التعليقات وفي الآخر إذا نال هذا الفيديو إعجابكم فلا تنسوا الضغط على اللايك والاشتراك سلام اشتركوا في القناة